اشتركوا في القناة نائب رئيس الجمهورية يعبر عن شكره للقيادة السعودية على استضافة 1500 حاج من اسر شهداء الجيش الوطني مقتل عدد من ميليشيات الحوثي في اقتحام الجيش بوابة مدرية الحشوى ومقاتلة التحالف تدمر مخزن لصواريخ الميليشيات الحوثية بصعدة قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في عددين من المواقع العسكرية في مدرية الملاجم في البيضاء اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية عزائن ومواساة إلى آل مقيرح والجعادنة كافة عزاهم فيها باستشهاد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وعضو المجلس المحلي بخور مكسر العميد الركن ناصر عبدالله مقيرح اثر عمل ارهابي غادر وجبان طاله بعد ادائه صلاة العشاء واشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الشهيد الوطنية والنضالية وسيرته العملية الناجحة التي قسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء لافتان إلى التضحيات التي قدمتها هذه الأسرة الكريمة حيث سبقه استشهاد نجله في عمل ارهابي مماثل غادر وجبان واكد رئيس الجمهورية أن اياد العدل والقانون ستطال عاجلا غير آجل جماعات الارهاب والموت ومن يواليها لتنال جزاءها الرادع بما اقترفته من جرائم بحق الوطن والمجتمع ابتهل للمولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى طلعت عبد الباقي هزاع وإخوانه وذلك في وفاة والده المناظل عبد الباقي هزاع وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية في الدفاع عن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وأدواره الوطنية والقيادي التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء وعبر رئيس الجمهورية عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وعضو المجلس المحلي بخورمكسر العميد الركن ناصر عبد الله مقريح جراء عمل إرهابي غادر وجبان وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد مقريح وأدواره الوطنية والنضالية وما قدمه من تضحيات في سبيل الوطن والمواطنين مؤكدا بأن الأياد الغادرة التي ارتكبت الجريمة لن تفلت من العقاب الرادع عاجلا أو آجلا وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه وزير الوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية إلى الجهود المبدولة في ترتيب وتسهيل إجراءات موسم الحج واستمع نائب الرئيس إلى تقرير قدمه وزير الوقاف عن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتجهيزات التي تمت فيما يخص النقل والسكن والتغذية وشدد نائب الرئيس على ضرورة تعزيز الإيجابيات وتلافي جوانب القصور التي حدثت في المواسم السابقة وبذل مزيدا من الجهد لأجل راحة وسلامة حجيج بيت الله الحرام القادمين من مختلف مناطق اليمن مؤكدا أن رعاية الحجاج اليمنيين والاهتمام بهم وتوعيتهم أمان في أعناق مسؤولي وزارة الأوقاف ووكالات التفويج منوها إلى ما يتكبده الحجاج من عناء ومشقة على كل المستويات لأجل أن يبلغوا مناهم بقضاء فريضة الحج وعبر نائب رئيس الجمهورية عن شكره لمقام خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تسهيلاتهما للحجاج اليمنيين ومراعاتهما لما تعيشه بلادنا من انقلاب حوثي إيراني والأمر الكريم لخادم الحرامين الشريفين باستضافة 1500 حاج من أسر شهداء الجيش الوطني من مختلف مناطق اليمن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من جانبه عبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره وتقديره لاهتمام ومتابعة نائب الرئيس منوها إلى ما تم من ترتيبات وتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المختصة في المملكة حضر اللقاء وكلا وزارة الأوقاف وعدد من ممثلية القطاع الخاص للوكالات ومسؤولو العمل التطوعي في ميناء الوديعة البري استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه محافظ محافظة الجوفة اللواء أمين علي العكيمي إلى جهود السلطة المحلية في البناء والتنمية في المناطق المحررة ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وأشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في استئناف عمل المؤسسات الحكومية وتلبية متطلبات المواطنين والتضحيات التي يسجلها أبطال الجيش وأحرار اليمن بدعم الأشقاء في التحالف لأجل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة وأكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية وتوجهاته بضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من دمار مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتوحيد الصف وحجد كل المكونات بما من شأنه عودة الدولة في كل المناطق والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب الرئيس مشيرا إلى ما تحقق في المحافظة على صعيد توفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين وتأهيل منتسبية الجيش وشرطة والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات في المحافظة قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بزيارة الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالية السابق في العاصمة الاردنية عمان التي يتلقى علاجه فيها وخلال الزيارة اطمأن رئيس الوزراء على صحة الدكتور باصرة وأشاد رئيس الوزراء بالدور النضالي والأكاديمي للدكتور باصرة والمكان المشهود التي حازها ضمن كوكبة من أكفي أكاديمي ومثقفي الوطن مكنه من إدارة شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعتين عدن وصنعاء خلال المراحل الماضية بكفاءة واقتدار مؤكدا اعتزاز الحكومة بمكانته الأكاديمية وجهوده العلمية كمفكر لا يشق له غبار وأستاذ محاضر ضليع في التاريخ وعلومه وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة الدكتور باصرة بعد التحسن الكبير لحالته الصحية مؤكدا اهتمام الحكومة بمتابعة علاجه وفقا لتوجهاته فخامت رئيس الجمهورية ونائبه تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق وقام بالزيارة للدكتور باصرة في منزل بعدن قبل مغادرته لتلقي العلاج في المملكة الأردنية رفق رئيس الوزراء خلال الزيارة سفير بلادنا في الأردن علي العمراني ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة حسين الشريف اجرى رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البعثات والعلاقات الدولية الدكتور مازن الجفري لاطمئنان عليه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال آثمة وعبر رئيس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإجرامي والهمجي مؤكدا أن الدولة لن تتهاوى انتجاه هذه الأعمال الإجرامية وكل من يقف وراءها وقال رئيس الوزراء أن مثل هذه الأعمال لن تثني الدولة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها المناطبها على الوجه الأكمل وفرض الأمن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تهديد المجتمع والسلم الاجتماعي في جميع المحافظات المحررة وأولها العاصمة المؤقتة عدن مواجهنا الأجهزة الأمنية إلى سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة من جانبه عبر الدكتور الجفري عن شكره لرئيس الوزراء على اهتمامه ولفتته الكريمة بالسؤال عليه مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تثني عن مواصلة مهامه في وزارة التعليم العالي بحث وزير الخارجية خالد اليماني مع المبعوث الإيطالي الخاص إلى بلادنا السفير جيان فرانكو موقف الحكومة من مبادرة الحديدة التي قدمها المبعوث الأممي مارتين جريفث وأشار الوزير اليماني إلى أن الحكومة أبدت ترحيبا وموافقتها حول مقترح المبعوث الأممي بشأن انسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى والصليف لافتان إلى أن الحكومة دعمت جهود المبعوث الأممي ووقفت الجيش الوطني والتحالف للعمليات العسكرية لخمسة وأربعين يوما لإعطاء الفرصة الكافية له لتحقيق نتائج إيجابية على الأرض في محادثاته مع الميليشيات الحوثية غير أن الميليشيات استمرت في المراوغة وتراجعت عن الالتزامات التي قدمتها بداية الأمر ورفضت الانسحاب من مدينة الحديدة وكذلك رفضت إرسال موارد الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة للمساهمة في دعم رواتب وظفي القطاع العام ومزالت الحكومة تضع كامل ثقتها في جهود المبعوث الأممي إمانا منها بأن الحل سياسي في اليمن وليس عسكري وستقدم كافة التسهيلات لتمكينه من إنجاز مهمته في تحقيق سلام مستدام وأكد الوزير اليماني بأن تسوية السياسية في اليمن ينبغي أن تضمن استعادة الدولة وامتلاكها لأدوات القوة العسكرية منفردة والضمان القائم لكافة الفئات والجماعات هو استيعابها في المشهد السياسي في اليمن والمشاركة في إدارة الدولة بالوسائل السياسية المتعارف عليها مشيرا إلى أنه متى ما ترك الحوثيون السلاح وانسحبوا من المدن سيكونون بالتأكيد جزءا من المشهد السياسي اليمني من جانبه يرحب المبعوث الإيطالي بما تبديه الحكومة من التزام بالحل السياسي والدعم للمبعوث الأممي منوهننا أن إيطاليا قلقة من تدهور الوضع الإنساني وحالة الاحتقان في المنطقة والتي قد تنعكس على الوضع في اليمن وشددا على ضرورة تفاعل كافة الأطراف مع جهود المبعوث الأممي لإنهاء الأزمة الإنسانية واستعادة الاستقرار في اليمن أكد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر على أهمية تفعيل الدراسة في المعهد العالي للقضاء في العاصمة المواقة عدن والبدء عن إعلان شروط القبول والتسجيل والإعداد والتحضير الجيد للعملية التعليمية في المعهد وشدد وزير العدل خلال تراؤسه اجتماعا للمجلس العالي للقضاء على ضرورة اختيار المتقدمين للدراسة في المعهد بعناية حتى يتمكن المعهد من أداء دوره في رفض السلطة القضائية بالكوادر المؤهلة ونقش الاجتماع والترتيبات والإجراءات الخاصة بعملية القبول والتسجيل للدفعة الثالثة والعشرين وتحديد مكان وموعد إعلان فترة القبول والتسجيل بالمعهد بالإضافة إلى الضوابط التي يجب توفرها في المتقدمين للدراسة أكد القضي جمال عمر أن وزيرة العدل ومجلس المعهد العالي للقضاء سيتحملان المسؤولية في إعادة الدور الريادي للمعهد في العاصمة المواقعة عدن على أكمل وجه وفتح أبوابه للجميع ومن مختلف محافظات الجمهورية وذلك حسب توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية اطلع سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم على سير عملية اختبارات الثانوية العامة في المدرسة اليمنية الدولية مؤكدا لأبنائه الطلاب على ضرورة مواصلة الاجتهاد والمثابرة في التحصيل العلمي معتبرا أن الطلاب الثانوية العامة هم النواة الأولى لأجيال المستقبل وأن أهمية هذه المرحلة الدراسية تفرض عليهم واجبات كبيرة في التحصيل العلمي لأجل تحقيق أفضل النتائج والانتقال للمرحلة الجامعية بفرص أقوى وناقش السفير مع إدارة المدرسة اليمنية الدولية وأولياء الأمور كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبنائنا الطلبة وأسب المواجهتها والتغلب عليها مثمنا جهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس فيها مشيدا بإدارة المدرسة واللجنة الوزارية المكلفة بالنظام والمراقبة في الامتحانات رافق السفير خلال زيارته نائب رئيس البعث السفير محمد الهيصمي اقتحمت قوات خاصة من الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي عددا من المواقع الاستراتيجية في مديرية الحشوى شرقي محافظة صعدة في عملية مباغتة نفذتها قوات خاصة من الجيش الوطني بإسناد كثيف من طيران التحالف تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح أبرزهم القائد الميداني المدعو أبو ياسر الخولاني إضافة إلى ثمانية عشر أسيرا وعدد من الجرحة واستعادت عتادا كبيرا من أسلحة الجيش المنهوبة كما تم تحرير سلسلة جبال ومعسكر الربعة وقذاميل وسلسلة جبال شعير وأكد مصدر عسكري أن جبهة للحشوى تعتبر سادس جبهة يتم فتحها حول صعدة وأن عملية الاقتحام حققت أهدافها بدقة بإسناد طيران التحالف وصمود وشجاعة أبطال الجيش الوطني معركة البارحة واليوم كانت معركة مفصلية لأنها تمت السيطرة على معسكر وجبل الربعة هذا الجبل الذي يعتبر بوابة برط بوابة الحشوى بوابة البقع وشعير باتجاه مديرية كتاف هذا المكان محوري على ثلاث مديريات مديرية الحشوى، مديرية كتاف، مديرية برط العنان فهو مكان ذو أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة كما ذكرت لكم الرجال عندما كنا معهم بالأمس كانوا يقولوا هذا وعد لن نتوقف حتى نحر المكان المطلوب منا وموعدنا غدا في متارسهم لا في متارسنا قالوا فصدقوا ووعدوا فوفوا فأسألوا الله أن يكتب أجورهم وأن يثبتهم أيضا اللفتة المهمة التي أود نشير إليها الشباب من شاب التوجيه المعنوي بالأمس كان معنا أحد الشباب أثناء ما متكلم معهم قالوا عندي قصيدة وقام يعطي قصيدة وكنت أشعر أنه يعطي القصيدة بكل روح فعالة وبكل صدق وبكل حيوية واليوم الصباح يأتي الخبر بأنه واحد من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فشكرا لهؤلاء الأبطال شكرا لهؤلاء الرجال اليوم كذلك المصورين والإعلام الحربي كان في مقدمة الصفوف وكان من يشاركون مع الناس ببندقياتهم وبكاميراتهم هذه معركة مكتملة جمالها بجمال هذا الصبح الجميل الذي انشق فجره عن نصر مبين أسأل الله أن يتمه على اليمن وليه نصركم الله دمرت مقاتلات التحالف العربي مواقع صواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بمحافظة صعدة وقالت مصادر عسكرية أن التحالف العربي تمكن من تدمير مواقع لصواريخ باليستية تابعة لميليشيات الحوثية في صعدة بعد عملية مراقبة استخباراتية دقيقة من القيادة المشتركة للتحالف وأكد التحالف أنه لن يسمح للمنظمات والجماعات الإرهابية بالحصول على مثل هذه الأسلحة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي تقدمت قوات الجيش الوطني في عدد من المواقع العسكرية في مدرية الملاجم بمحافظة البيضاء وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف شنت هجوم على مواقع للميليشيات بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمدرية الملاجم وسط انهيارات متواصلة للميليشيات وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش واصلت عملياتها العسكرية لتطهير ما تبقى من وادي ومنطقة فضحة بمدرية الملاجم في معارك سقط فيها العشرات من ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح تمكن طيران التحالف من تدمير آليات للميليشيات الحوثية في مدرية الدريهم بمحافظة الحديدة وبحسب شهود عيان فقد شن طيران التحالف غارتين على معدات للحفريات تتبع الميليشيات الحوثية بجوار مبنى مكتب الإرشاد الزراعي في مدينة الدريهمي كانوا يستخدمونها لحفر الخنادق وقطع الطرق بسواتر ترابية كما أكد المصدر أن طيران التحالف قام بعدة غارات استهدفت آليات وتجمعات لعناصر حوثية في وسط المدينة دلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال في محافظة تعز وقال مصدر الميداني أن الاشتباكات تركزت في أطراف وادي الزنوج والدفاع الجوي إثر هجوم للميليشيات تمكن خلاله رجال الجيش من التصدي وكسر الهجوم كما دارت اشتباكات عنيفة في محيط مدرسة محمد العثمان ومعسكر التشريفات بالجهة الشرقية للمدينة فيما قامت الميليشيات بقصف الأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف المدفعية الثقيلة ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح بالغة التقى نائب وزير العلام حسين باسليم مدير مديرية المعلّة بمحافظة عدن فهد مشبق بحضور مدير مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والطباع والنشر رياض محفوظ وخلال اللقاء جرى مناقشة الصعوبات والمعويقات التي تقف أمام صحيفة الرابع عشر من أكتوبر وأشر نائب وزير العلام إلى بعض المعويقات التي تحول دون عمل المؤسسة بشكل عام والصحيفة بشكل خاص منوها بضرورة تكاتف جهود المديرية في إيجاد حلول مناسبة من جهتي أبدأ مدير المعلّة استعداد السلطة المحلية بالمديرية تقديم الدعم للقيادة المؤسسة ومخاطبة كافة الجهات الحكومية بعدن حتى تسيير أعمال المؤسسة في الاتجاه السليم أكدان أن صحيفة الرابع عشر من أكتوبر لعبت وستلعب دورا كبيرا في تنوير المجتمع الحفاظ على السلم الاجتماعي في محافظة عدن دشنا محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسن العمل بمشروع يعادة تأهيل خط المياه الناقل من حقل سمن إلى فوه بتكلفة إجمالية بلغت مليار وسبعين مليون ريال يمني بتمويل من السلطة المركزية وتنفيذ شركة الغويز للمقاولات أوضح المحافظ أن المشروع سيساهم في تعزيز تموينات المياه في جميع مناطق شرق المكلة مشيدا بجهود قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مناطق الساحل حضر موت على الجهود التي يبذلونها في سبيل استقرار وتحسين وتطوير مشاريع المياه في المحافظة حضر التنشيين وكيل محافظة حضر موت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ومستشار المحافظة المهندس عوض سالم وعدد من المسؤولين بالمؤسسة التقى محافظة تعز الدكتور أمين محمود وفد اللجنة طبية التابعة لوزارة الصحة والسكان لمناقشة الأوضاع الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة في محافظة تعز بعد نحو أربع سنوات من الحرب والحصار على المدينة وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد الرقيب محرز مدير عام الخدمات الطبية في وزارة الصحة أن الزيارة جاءت بتكليف من وزير الصحة الدكتور ناصر محسن باعهم للاطلاع على أوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة ورفع تقارير باحتياجاته ومتطلبات المشافي وثمن محافظ تعز كافة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال دعم القطاع الصحي الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة لخدمة أبنى المحافظة ترأس محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر اجتماعا موسعا بعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بمدرية الخوخة وتطرق الاجتماع إلى الجانب الأمني والمجالات التنموية وأهم التغيرات التي طرأت عليها ومعالجة القضايا ذات الأولوية والاحتياجات التي تساعد في استمرارية العمل الإداري والمؤسسي في المكاتب التنفيذية لتؤدي عملها بشكل تام وأشر المحافظ إلى أن تأخر رواتب الموظفين لأسباب تتعلق بإجراءة الصرف والتعزيز المالي بوزارة المالية منوها بتوجيه فخامة المشير الرئيس عبد الربع منصرهادي رئيس الجمهورية بسرعة الصرف واعتماد رواتب الموظفين في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة وناقش المحافظ احتياجات الثروة السمكية في المديرية واستكمال المشاريع المتعثرة بميناء الاستياد وإعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي والهناجر والساحات للأسواق السمكية ضمن نزولها الميداني للمحافظات المحررة اجتمعت اللجنة المشكلة من وزارة الإدارة المحلية برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح رئيس اللجنة بقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالقائم بأعمال المحافظ أحمد سالم ربيع علي وذلك للاطلاع والتفتيش على سير أعمال السلطات المحلية ومناقشة الإنجازات والصعوبات والخطط والموازنات والإيرادات واقتراح الحلول المناسبة لها والرفع بالتوصيات لرئاسة الوزراء وفي اللقاء قال سالمين إن الاجتماع يعد فرصة لعرض كل جوانب القصور التي تعيق عمل السلطة المحلية من جانبه أوضح عوض مشبح وكيل الوزارة أن الهدف من هذا النزول الجلوس مع قيادات السلطات المحلية ومناقشة المعوقات والصعوبات والخطط والموازنات والإيرادات والاطلاع على سير أعمال الأجهزة التنفيذية ومستوى أدائها والتحقق من مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والحث على رفع كفاءة التحصيل التقى القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عبدالقادر محمد بهارون وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين السلطة المحلية بعدن وبرنامج الأمم المتحدة لتنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وأكد القائم بأعمال محافظ عدن حرص قيادة السلطة المحلية في تدليل كافة الصعوبات أمام البرنامج الإنمائي والمنظمات الدولية لمن من شأنه تنفيذ المشاريع الخدمية المقدمة للمحافظة من جانبه أبدى نائب مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استعداد البرنامج الكامل لإنجاز المهمات الموكلة فيما يتعلق بالجوانب التنموية سيرت منظمة الصحة العالمية شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الفشل الكلوي بمستشفى سيئون العام بمحافظة حظر موت وخلال عملية التدشير ثمن وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي الجهود الإنسانية التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في المجال الصحي وفي المقدمة تجاه مرض الفشل الكلوي الذين يعانون ظروفا صعبة مشيرا إلى أن الشحنة الخاصة لغسيل الكلة تأتي ضمن عشرين ألف حالة غسيل بمختلف المحافظات وسبق أن تم إيصال خمسة آلاف لمحافظة تعز منوها بنفس الوقت أن منظمة الصحة العالمية سوف تقدم عدد خمسة عشرة سيارة إسعاف وستقوم وزارة الصحة بتوزيعها وفقا للاحتياجات المرفوعة من المحافظات وصلت طائرة إضافية لنقل المرضى والطلاب العالقين في مطار سيئون الدولي إلى جزيرة السقطرة بجهود من محافظ محافظة السقطرة ودعم الجمعية الكويتية الخيرية وشبكة الاستجابة السريعة للأعمال الإنسانية وأشهد وكيل المحافظة العميد الركن صالح علي سعد بدعم الأشقاء في دولة الكويت ومساندتهم للشعب اليمني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والصحية والإيوائية اختتمت بعدان الدورة التدريبية الثانية في مجال زراعة الأسنان نظمتها شركة تنتيوم بالتنسيق مع كلية الطب بمشاركة أربعين طبيبا وطبيبة من مختلف المحافظات المجاورة في رعاية الدكتور الخضر الناصر الأسور الجامعة عدن اختتمت اليوم في العاصمة الموقعة عدن دورة تدريبية الثانية في مجال زراعة الأسنان والتي نظمتها شركة تنتيوم بالتنسيق مع كلية الطب في الحقيقة الواحد يشرح أن يدخل الكلية مرتبة منظمة تعتوي على هذه الأقسام على هذه التجهيزات الطبية وهذا يدل على أنه طب الأسنان في عدن وفي بلادنا بشكل عام يشهد تطور ملحوظ جدا سواء كان في العادة الخاصة أو على مستوى حتى للطب العام اللي هو الطب الحكومي تمنيتي طبعا لمن نمر في هذه الدورة التوفيق والنقاح وأن يكونوا قد استفادوا منها نحن في أطار الصوت المحلية بالفعل يساعدنا دائما أن نقدم كل ما نقدر عليه مؤخرا تم ربط الكلية وبغية الكلية الثلاثة الموجودة أو الأربع كلية اللي كلية الطب اللي الأم كانت وكلية الصيدلة وكلية التبريض وكلية اللي سنان تم ربطها بالكيبل اللي نسميها الفون الكيبل المباشر اللي هو ربط الكليات مع المنصفاء على أن يكون الكهربا فيها على مدار الساعة لا تنقطع وهذا طبعا إنجاز يعني يتم إن شاء الله غريبا بيكون في أيدا في بسفل الصداقة بالفعل ستكون السلطة المحلية دائماً لقانب عمادة الكلية وإلى قانب قامعة عدن من مدثلة برئيسها الأستاذ الدكتور القضر الصور تمنى تلقيمة بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الدورات تم مناقشة العديد من محاضرات النظرية المركزة على الجانب العملي بشكل كبير وتلقى المتدربون خلال الدورات تطبيق عملي على موديلات زراعة الأسنان وتطبيق عملي على المرضى بسم الله الرحمن الرحيم الهدف من هذه الدورة هي تنمية المهارات وإدخال تقنية جديدة في كل الطب الأسنان لم تكن من سابق موجودة فنحن علينا اللحاق بما فاتنا من الركب وتطلع لما هو أفضل لمصلحات تحصيل العلمي للطلاب وخدمة للمواطنين وكما تعلمون أن طب الأسنان هو طب يقدم خدمات دائما دقيقة ومميزة جدا نظري لحساسية الأسنان وأمراض الأسنان التي الكثير يعمل لها حساب من السكان إن شاء الله نكون عند حسن الحظ بأي مشورة بأي استفسار وكما قال الدكتور محمد السقاف إن شاء الله نعمل على تأسيس وحدة جراحة وقفكين وزراحة أسنان يعني وإن شاء الله بنلغي الدعم الكامل من الكلية هو من المحافظة ومن الجامعة ونحن مستعدين إن شاء الله بإذن الله شكرا والسلام عليكم وحسن خرجت الدورة عدة توصيات منها إقامة مثل هذه دورات بشكل مستمر للطباء والذين لم يسجلوا في دورتين السابقتين وإقامة واحدة زراحة الأسنان المقاهزة بقسم جراحة الوجه والكف في كل الطب الأسنان بشراف الدكتور علي منصر حلبو شركة خلال الدورة أكثر من 40 طبيب سنان من كلية الطب من مختلف محافظة الجمهورية وفي ختام الدورة تم توزيع شهادة تقديرية على مشاركين في الدورة من قبل الدكتور رشاد علي شائع وكيل محافظة عدم والدكتور محمد السقاف عميد كلية الأسنان والدكتور محمد ربيت ناب مدير مكتب الصحة العامة والسكة والدكتور عادل عبد المجيد ناب رئيس الجمع لشؤون الكاتمية نصرح بجليل قناة عدن فضائية من العاصمة موقع عدن التقى مدير عامة المؤسسة العامة للمياه علوي المحضار مدير مديرية الشيخ عثمان أحمد المحضار وناقش معه عددا من القضايا التي تخص المديرية أبرزها زيادة عمال الصرف الصحي وصد النقص والتي شكلت أهم الصعوبات والمعاناة في المديرية كما طالب مدير المياه بعمل النوبات على مدار الساعة لعمال الصرف الصحي أسوة بعمال المياه لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الورشة التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخلج عدن حول تقييم فعاليات إدارة المحميات البحرية حيث تم تدريب المشتركين في الورشة على أرقى الطرق القياسية العالمية لحماية المحميات البحرية وتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل من قبل مدرب الدورة الدكتور الزاهر الأغوان الذي أكد أن الورشة تهدف إلى تدريب المشاركين على إعداد وكتابة الخطط الإدارية للمحميات البحرية والطبيعية في اليمن في محافظة عدن كنموذج لهذه المحميات هذا ويشارك في الورشة سبعة وثلاثون من الباحثين ومدراء المحميات وعدد من الشركات الوطنية والمرافق الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى المهتمين بالبيئة يستعد مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز تفويج ستمائة حاج وحاجة الأربعاء القادم بعد التنسيق والمتابعة الإلكترونية من قبل الجهة الاختصاص بالمحافظة تفاصيل في سياق هذا التقرير جزارة الأوقاف والإرشاد وبمكاتبها المنتشرة في المحافظات وخصوصا محافظة تعز تعمل الاهتمام بالحقاج والمتابعة والتنسيق في مواسم الحقي لينعم الحاج بخدمات واهتمام ففي محافظة تعز يصل عدد حقاجها ما يقارب ستمائة حاج وسيتم تفويج أول قافلة الأربعاء القادم مع توزيع لهم دليل الحاج هذا ما أشار إليه مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد القاضي خالد البركاني مع متابعة من مدير إدارة الحق والعمرة بمكتب الأوقاف جلال القبيحي بحمد الله وتوفيقه انتهت مسألة التسجيل في موسم الحاج لهذا العام 1439 الهجرة في محافظة تعز بنسبة نجاح ممتازة جدا بدأ التسجيل للحقاج في 20 جمهات آخر وانتهى في 5 رجب وبالتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والإرشاد تم تمديد التسجيل إلى 10 أيام زيادة إلى 15 رجب طبعا كان دور مكتب الأوقاف والإرشاد دور إشرافي 100% استطعنا أن نخرج ونتابع المسألة نحن معاليين والمختصين معنا مشكورين وأيضا مع مكتب الثقافة أيضا كان التعاون ممتاز جدا لم ترصد أي مخالفات في أثناء التسجيل إلى اليوم هذا لم نتلقى أي شكاوى من أي شخص من الحقاج أو من غيرهم تطعم في مسألة التسجيل أو غيره طبعا عدد الحقاج في محافظة تعز سأعتقد بلغ ما يقارب 600 حق وحاجة سيبدأ أول تفويق لهؤلاء في عصر يوم الأربعاء الموافقة 19 الحقية دي القاعدة طبعا معالي وزير الأوقاف والإرشاد بدأ القهد كبير جدا في مسألة التأشيرات الخاصة بمواطنين الجمهورية الإيمانية طبعا الوضع الاستثنائي الذي كان الموجود في محافظة في الجمهورية بشكل عام الحرب القائمة استدعت أن تكون تأشيرات إلكترونية طبعا لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد دور كبير يشكر عليه ويؤقر عليه أنه خفف هذا التخفيف الكبير عن المواطنين طبعا ما نعرفه أنه بدلة جهود كبيرة في مملكة عن طريق اللجنة الحق وعلى نأسيها وزير الأوقاف بتخصيص باصات معينة ومخصصة بمواصفات عالية جدا وموديلات حديثة جدا حتى لأنه حصل في السنة الماضية بعض إشكاليات في النقل فأرادت الوزارة أن تتغلب على هذه الإشكالية أن تكون سباقة في هذا الموضوع صدرت جميع التأشيرات الآن والآن كل الحجة سيبدأ التفويق في يوم 19 وإن شاء الله في يوم 20 سيكون الجميع في المنفذ طبعا بدلنا نحن في مكتب الأوقاف والإرشاد جهود والحمد للماشين فيها بدأنا من باب التثقيف تم إصدار كتيب عن طريق المكتب مكتب الأوقاف والإرشاد وبعض المشايخ اكتهدوا فيه دليل الحق للناس الحقاج المبتدئين خلالي لا يعرفون أشياء الحق تم طباعة عدد كبير من هذه النسخ وستوزع لكل حق وحقة وقد وصلت كميات كبيرة من هذه النسخ إلى الوكالة لتوزيعها على الحقاج جهود حفيثة تبدلها وزارة الأوقاف في تفويق الحقاج فكان نصيب تعز 600 حق نعم خالد قناة عدن قضايا تعالي اختتمت بمدينة زنجبار محافظة أبيان فعاليات الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم وتلقى على مدى 6 أيام 27 مدربا في كرة القدم من مختلف مدريات المحافظة عددا من المعارف النظرية والعملية والمحاضرات عن فنون اللعب في كرة القدم وسائل التدريب والتحكيم بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نعود ونذكر بالعناوين نائب رئيس الجمهورية سيعبر عن شكره للقيادة السعودية على استضافة 1500 حاج من أسر شهداء الجيش الوطني موسيقى مقتل عدد من ميليشيات الحوثي في اقتحام الجيش بوابة مدرية الحشوة ومقاتلة التحالف تدمر مخزنا لصواريخ الميليشيات في صعدة موسيقى قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في عدد من المواقع في مدرية الملاجم بالبيضاء موسيقى كل التحية لكم مشاهدين الكرام دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة